مرحبا يعطيكم العافية أنا رند اليوم الفيديو حيكون شوي مختلف لأنه ححكي لكم عن تقييمي لبعض الكتب الروائية أو روايات أوليش أحكي لكم إياه أنه أنا كتير مبتدئة بقراءة الروايات هذو الأول روايات أقرأهم بحياتي معظمهم ما سمعت أنه حدا بيحكي عنهم أو هيك شفتهم بمعرض الكتاب اللي كان بالشارع قبل كم من شهر وأخدتهم يا أما بكل الغلاف لفتني يا أما الإسم لفتني فهلأ حعطيكم شو رأيي فيهم ومراجعات ما إني مبتدئة بقراءة الروايات فهدول الروايات أو تقييمي إلهم يعني ما في أنا عندي مرجع روايات تانية منيحة أنا قارئتها يعني ممكن تلاقوا أرائي معظمها سلبية ما بعرف خلينا نشوف وإذا حدا فيكم بحب الروايات وبقرأ الروايات وعند روايات منيحة يقترح لي إياها يا ريت حكوا لي بالكومنت لأنني أنا دائما بقرأ كتب غير رواية وكتير بحبها بحس الولاء أو الوفاء حيضل الكتب الغير رواية بس مرات بحس حالي خاصة أنا بقرأ عادة بالليل بكون حاسة حالي تعبانة بالليل أو مش قادر أبلش بكتاب غير رواي مخي مش قادر يستوعب بحس بدي إشي أخف أو إشي ما بده التركيز اللي بيتطلبه للكتب الغير رواية ما برفيك حسيت حسيتهم الكتب الروائية أخف يمكن الكتب اللي أنا اخترتها فحكوا لي شو رأيكم وهلأ خلينا نشوف الروايات بس أبل نبلش لأ أذكركم أن تعمل سبسكرايب يتفعل زر الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله وهلأ خلونا نبلش بالفيديو أبل الكتاب دي أحكي لكم عنه ما بعرف إذا إحنا منعتبره رواية ولا هو بيوغرافي أو أوتو بيوغرافي ولا ما بعرف شو بس هذا الكتاب ما عندي إياه هلأ لأنه أعطيته لأماما ما أخدته تقرأه فمش ملاقيته الكتاب اسمه When Breath Becomes Air معظم الناس الأجانب اللي بتابعهم على السوشال ميديا اللي بيقرأوه ويحبوا الكتب معظمهم كان When Breath Becomes Air من الكتب المفضلة إليهم بسنة 2017 أنا قرأت الكتاب يعني ممكن آخر أسبوع بـ 2017 بالنسبة لإلي صراحة لا أحسيته overhyped أنا شفته بمعرض الكتاب بالشارقة ولفت نظري الغلاف والاسم صراحة الاسم أكثر إشي لفت نظري وما كنت أعرف ولا إشي عنه ولما شفت تقييمه على الـ Goodreads لقيته عالي فأخدته ولما صورت على سناب تشات بعد ما رجعت المرض للكتاب صاحباتي كذا حدا قللي أوه من وين لأي تي هذا الكتاب قلنا زمام ندور عليه كتير بقول وحلو الكتاب كتير مشهور وكلما أشوف حدا مثلا أتعرفها حدا وبيعرف إني بقرأ بسألني قرأتي When Breath Becomes Air أنه الكتاب لهالدرجة الناس حبيته كي أحكي لكم الكتاب عن شو هو الكتاب عن واحد طبيب هو طبيب أعصاب أظن هو طبيب أعصاب وبعدين فجأة صار هو مصاب بمرض فصار يحكي كيف أنه هو تحول من الطبيب واللي بيحكي للمرضى واللي بيخاطب المرضى واللي بيحكي لهم عن حالتهم لمريض هو بينحكاله عن حالته بيعيش معاناة المرضى اللي هو كل يوم كان يحتك فيهم وبيحكي كيف أنه صارته تجربته مع الموت لما صار يقرب من الموت هو توفى بعد ما كتب الكتاب الكتاب بالغلافه من وراء كان مكتوب أنه بيحكي عن كيف هو لما صار يعرف أنه عنده مرض أغرف إيمتي الحياة وهيك أكتر فأنا توقعته يكون فلسفي شوي أكتر أو حيفيدني أنا كبني آدمي أكتر يعني حسيت أنه بعد ما أقرأ الكتاب ححس أنا أنه بدي أعيش الحياة وبيدي أعمل وبيدي هيك بس حسيت الكتاب هو مجرد مذكراته من أيام ما هو كان طالب بالجامعة كل سنة عم يحكي كيف حتك هو بالموت كطالب طب وبعدين كمتدرب وبعدين كطبيب وكيف هلأ هو كمريض يعني الكتاب حلو بس مش زي ما أنا توقعته أبدا فمش كتير كتير عجبني وما حسيت أنه مستاهل الضجة كل اللي أخدها حسيت أنه ممكن يكون حدا مهتم في طلاب الطب الأطباء ممكن يكونوا مهتمين فيه أو يحسوا أنه في علاقة بينهم بين اللي بيحكوا فيه بس هو قراءة حلوة يعني بس كمان حزين يعني لأنه بيحكي عن الموت وعن واحد مريض وعن بعاني وعلاقاته وكيف عزت عليه نفسه بعد ما هو صار مريض فهو حلو بس حزين عمركم حضرته فيلم هبتا هذا الفيلم أنا مرة كنت زهقاني يوم خميس أنا كتير قليل ما أحضر أفلام فسألت أحبتي اقترحي علي فيلم أحضره قالت ليه أحضري فيلم هبتا لما حضرت الفيلم أوكي الفيلم كتير حلو فسته كتير عميقة وفلسفية كتير الفيلم حلو كنت مبهورة أنه في فيلم عربي بهذا المستوى وتخيلت كتير أنه القصة مأخودة من فيلم أجنبي بتعفوا دائما لما يكون في فيلم عربي ناجح بطلع بالأخير مأخود من فيلم أجنبي بس لا طلع مأخود من رواية عربية بعدين كنت بحضر فيديوز على اليوتيوب لتقييمات كتب لكذا بوكتيوبر وكانوا عم يحكوا عن كتبهم المفضلة وكان من بينهم هبتا وكانوا عم بيعطوه خمسة من خمسة وبقولوا أنه كتير منيح وكتابي كتير حلو قولوا أنه الرواية أحلى من الفيلم فأنا قلت واو واو إذا الفيلم هل أد حلو الرواية شو بدها تكون فلما رحت على معرض الكتاب كنت رايحة بهدف أن أجيبه بتاك وقرأته بيوم لأنه وأنا بقرأه كنت بستنى يصير حلو الكتاب للآخر وما صار حلو هو القصة حلوة إحنا ما بنختلف أنه القصة حلوة سواء بالفيلم أو بالرواية بس الفيلم أعطى الرواية كتير هيك أعطاع منطق أكتر وحلاوة أكتر وأعطاع مع أنه أكتر الرواية لما تقرأها بتحسها شوي تشيزي الرواية بالنسبة لإلي ضعيفة مكتوبة باللهجة المصريةsek معظمها و في اختلافات بين الرواية و الفيلم خاصة بالنهاية حسات الفيلم كان فيها أقوى الرواية شوي مخيبة للآمال حسيتها لأنه أنا كنت متوقعة منها كتير فهي مخيبة للآمال طبعا ما حكت لكم سيت أحكي لكم هبتا لمحمد صادق سيت أحكي حتى الرواية لمين طبعا أنا لأني شفت هبتا هيك القصة عبقرية وكنت حاضرة الفيلم لما رحتش الرواية لمحمد صادق شفت إله روايات تانية فقلت واو إذا هذا الكاتب هل أدعب قري بدي أقرأ له كتب تانية فجبت كتبه التانية اللي كانت موجودة بنفس دار النشر اللي أخت منها هبتا لفت نظري هذا الكتاب اسمه انستحياء واللي لفت نظري فيه الجملة مكتوب ورا هو رجل ثلاثيني قرر أن يجد إجابات لكل الأسئلة التي يخاف الجميع أن يطرحوها على أنفسهم ويهربون منها دائما لم تتبقى إلا ثلاث ساعات فقط هاي رواية اسمها انستحياء هحكيكم نبضة صغيرة من وين إجا الاسم هو عبارة عن رجل بيكون قبل ثلاث أشهر من السنة الجديدة بيكون عم بيدور لعشر أسباب للحياة وإلا حينتحر إذا إجت السنة الجديدة وما لقى عشر أسباب عشان يستمروا على الحياة فبيكون لحد اليوم ليلة راس السنة بيكون لقى تسع أسباب وما لقى العاشر حداثها كلها بكم من ساعة اللي هي ليلة راس السنة كتير مشوقة الرواية أنا بالنسبة إلي استمتعت فيها كتير أكتر من هبتا كقراءة كرواية لأنه لغتها الفصحة كتير أكتر من هبتا مشوقة أنت بتحس أنك تكتعرف شو بدي يصير مع هاي الشخصية والشخصيات الثانية اللي بتظهر بالرواية الشي الوحيد اللي ما حبيته فيها أنه العشر أسباب اللي أو التسع أسباب اللي هو كان لقاها عشان يستمر على قيد الحياة ما عمل عليهم تركيز كتير يعني حسيت أنه أنا كنت متشوقة أعرف شو هدو العشر أسباب ولما إجه ذكرهم ذكرهم كتير عسرية حسيت أنه لأ يعني لازم يذكرهم بتركيز أكتر حبيتها استمتعت فيها يعني حسيتها أقوى من هبتا كرواية صراحة فيه كمان لنفس الكاتب هاي الرواية اسمها أنت فليبدأ لعبه هاي الرواية هو عبارة عن كاتب جوا الرواية يعني فيه كاتب روايات جوا هاي الرواية وقرر لروايته الجديدة هو كاتب ناجح أشخاص من الفانس تابعونه من المعجبين تابعونه اللي بيوثقوا كتير فيه وبيحبوا كتاباته يكتب الرواية هاي عنهم وهو يمشي حياتهم بطريقة معينة فبصير يخططوا الأمور بيناتهم ويمشيها بطريقة معينة انترستنغ صح؟ مو كتير وثيرة للاهتمام يعني أول ما بتقرأ الرواية بدايتها كتير بتشدة بس ما صدقت إمتى خلصتها لأنه من النص وطلوع بتصير بتحس أنه فيها تسلط وفيها جبروت وفيها تحكم وتسلط وجبروت وغرور وتكبر بدايئك أنا دايئني زائد أنه حسيت أنه الرواية هاي طلعت أبشع ما عند البني آدمين يعني بعرف كل واحد فينا يمكن عنده أشياء مش منيحة بس حسيت طلعت الإشي البشع بكل شخصية من الشخصيات اللي بهاي الرواية وقراءتها كانت متعبة آخرها كانت متعبة متعبة يعني توترت مع الشخصيات يجب التنويه إنه هاي الرواية شوي جريئة يعني هي للكبار فقط أظن مشاعر اللي فيها أولها كانت كتير شادتني بس آخرها دايقتني دايقتني يعني ما صدقت إنت خلصت منها وهيك مرأ وكم من يوم نسيت شو صار بالرواية فما بعرف بالنسبة لإلي من روايات محمد صادق المفضلة لهلأ انستحيا كمان من معرض الكتاب بشار أجبت هذا الكتاب اسمه خلود لسمير الجندي اللي كان بدار النشر هو اللي أقنعني إني أجيبها أنا وصاحبتي فصاحبتي قتلي رندل ضحك علينا قلتها لا لا ما عنده كتير روايات بس هو قلنا بس عن هاي أكيد هاي الرواية كتير حلوة عشان هيك قلنا عنها هي رواية قصيرة أنا قريتها يعني بيوم يعني خلصتها على قاعدة واحدة لأنه كنت عم بستنى ألاقي إشي حلو فيها بس ما ليت ما بعرف أنا كتير آسفة ما بحب أحكي إشي سلبي هالأده عن شغلة بس من خلود هاي نحكى عنها بس بيمكن 8 صفحات بالكتاب هي بتحكي عن شخصية تاني نسيت شو اسمه أمين يمكن كنت حتى متحمسة الكتاب لأنها مقدسية هي بأحداثها معظمها بالقدس الأحداث غير مترابطة بتبطي يعني أوكي هيش عنك اسمها خلود بس هي مش عن خلود عن الثاني اللي بحب خلود عن اللي انت أول ما بتقرأ الرواية بدايتها بتفكر إنها أحداثها هتكون مقدسية بس لا هي ما بعرف ما حس ما ما أجين أنا زي ما قلت لكم أنا ما بقرأ روايات فما بعرف شو المنيح وشو المش منيح بس أنا كواحدة مبتدئة ما حست في إشي شدني ما لقيت إشي فيها عجبني صراحة أوكي اللغة منيحة يمكن بس ما بعرف ما 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 The Alchemist لباولو كويلو هذا الكتاب كتير مشهور ولما حطيت على السناب تشات لأصدقائي إنه أنا جبته كزا حد قال لي واه ورند وكتير حلو وبجنن وكل الناس من هاد من كتبهم المفضلة والكتب الملهمة تبعتهم وما بعرف ممكن في إشي غلط جماعة كنت كتير نفسي أقرأه لدرجة إنه كنت محتارة الكتب اللي بتكون لا بالعربي وبالإنجليزي بحتار أقرأها مترجمة للعربي وللإنجليزي ما لقيته بالعربي يومها وخلص كان كتير بدأ أجيبه لأنه حسيت إنه الكتاب الرهيب فجبته بالإنجليزي إنه خلص كان كتير جعبها لي أقرأه تعرفوا شو الكاتب متكلف جدا بأسلوبه بده إياها تكون رواية فلسفية وعميقة بالغصب تعرفوا على تويتر لما نشوف الاقتباسات من باولو كويلو هاي الأشياء فيها حكمة كتير وأعمل لها تريتويت أنا بحب هاي الأشياء فأقعد أعمل لهم ريتويت حسيت إنه كلهم جايبهم من هذا الكتاب بس بتحسها بالكتاب out of place يعني بتحسها مدحوشة بالكتاب بالغصب يعني إنت بتكون بتقرأ إنه آه هذا فلان شو اسمه سانتياغو شو اسمه عليخاندرو شو اسمه سانتياغو يمكن راح يعني بكون بتقرأ شو صار معه عادي بتقرأ طبيعي بعدين فجأة حطلك حكمة بدون أي يم يعني حسيتها متكلفة متصنعة بالغصب بديو يعملها عميقة وفلسفية وهي لا عميقة ولا فلسفية صراحة من الآخر بعدين جايب لك هاي الشخصية اللي هي سانتياغو اللي هو راعي غنم إنه عنده هدف أنا بحس لما بدك تجيب لي رواية أو قصة عن واحد كافح له هدفه لازم نكون هدفه حقيقي مش حلم إنه هو في عنده كنز بالأهرامات فبدو يروح يطوله وبتيجي مؤشرات خلال رحلته أو الله ببعت له ناس ما بعرف يعني حسيت إنه مش زابطة مش زابطة كل تركيبتها مش زابطة يمكن كتير ناس تزعل مني لأنه هذا كتاب مفضل عند كتير ناس بالنسبة لي كتير مخيب للأمال لأنه يمكن في صفحة واحدة فيه أوكي قرأتها أنا كنت كتير متدايقة والكلام اللي فيها إنه هيك انسبايرين وهيك حسيت إنه آه حسيت أني محتاجة لهذا الكلام حتى شوفوها مخطط عليها كلها بس اللي هو حاليا الرواية الجديدة اللي جبتها عشان أقرأها هي لألف شفاق بنات حواء الثلاث عملت إلها ندم دودة كتب مراجعة وحسيت إنه قصتها كتير جذبتني أحب كتير إنه أنا أقرأها فحكي لرأيكم فيها كبيرة هي بحكولي رأيكم فيها إذا قرأتوها حكولي اقتراحات تانية للروايات التانية بتحسوا إنه لازم أقرأها يعني اللي بدخل لعالم الروايات لازم يبلش يقرأها لأني أنا ما بعرف زي ما قلتلكم هذا أبدا مش عالمي إذا حدا فيكم بيحب أي من الكتب اللي حكيتها ما تزعلوا مني يعني رأيي هذا أو أنا يمكن لإني مش متعودة أقرأ روايات واختلاف الأراء لا يفسد للوضع قضية صح؟ إذا حبيته هذا الفيديو عملوا له لايك وعملوا له شير إذا في حدا هيستفيد منه تعالوا ندردش مع بعض بالكومنت وحكولي آراءكم وحكولي شو روايتكم المفضلة بالحياة بالكومنت تحت عشان أجرب أقرأها وما تنسوا تعمل السبسكرايب وأشوفكم المرة الجاي باي